اشتركوا في القناة واهلا طبعا بكل السبسكرايبر وكل واشتركوا في قناة اليوتيوب فور فري قناة عشاء الساينز طبعا بنسأل نفسنا النهاردة يا طرى موضوع الفيديو الجديد ايه موضوعه هو ماس اند ويت كويس فور برايمري سيكس يعني ايه احنا طبعا اخدنا يونت وان كاملة اللي هي الوحدة الاولى لساينز سنة ستة الفيرست ترم اللي بيتكلم عن ماس اند ويت وتعلمنا نفرق ما بينه ازاي وشرحنا باكتر من طريقة واخدنا كمان على الامتحانين واحد كان بث مباشر والتاني كان امتحان الكتروني ده معاد الفيديو التالت او الامتحان التالت على ماس اند ويت اللي في منهج الساينز لكل طلاب سنة ستة اول سؤال النهاردة معنا بيقول طبعا اسئلة الامتحان هتكون مقسمة لنوعين اول مجموعة اسئلة هي اسئلة الكمبليت هنقول الاسئلة وهنقول مكان الكلمة اللي عايزين نكملها space او نقط فانت بقى هتكتب لنا الكلمة اللي نقصدي ومحتاجين نكملها عشان الاجابة والجملة تبقى مظبوطة بس هتكتبها في التعليقات تحت الفيديو في قناة اليوتيوب ورشاء الساينز النوعية التانية من الاسئلة هتكون true or false يعني صح او مخطأ كل اللي هتكتبه تكتب true او تكتب كلمة false طيب يلا نبدأ مع بعض بسرعة الاسئلة بتاعت الفيديو بتاعنا ونتنسوش هنكتب التعليقات هنكتب في التعليقات اجابات الاسئلة مع كتابة اسمكم تحت الفيديو في قناة اليوتيوب وما تنسوش تعمل لنا لايك ولو كنتوا اول مرة تشوفوا الفيديو ده هعمل subscribe او اشتراك وتفعيل علامة الجرس ركزوا بقى معايا كويس يا ولاد اول سؤال من الاسئلة ال complete في امتحان النهاردة بيقول large masses هنكرر تاني large masses are measured by يبقى سؤالنا الاولين في ال complete بيقول large masses are measured by انا بقى هو ال question number two بيقول لنا space space او نقط الكلمة اللي هاتكملوها is amount of matter in an object space is amount of matter in an object يطرى ال amount of matter in an object تقال ال concept او تقال المفهوم بتاع ايه ده معنى كلمة ايه اما بقى question number three انا اللي هقوله space او نقط is measuring unit of weight is measuring unit of weight يا ترى ايه ايه اكتبوها انا في التعليقات تحت الفيديو انا بقى دوري اقول question number four بيقول sensitive scale sensitive scale is used to measure e sensitive scale is used to measure e ولا لو هستقدم دلوقتي sensitive scale يا اصحابي هستقدموه to measure هايز بي ايه ترى ينكتبوه بسرعة الايجابة في التعليقات تحت الفيديو انا question number five بيقول space او نقط يعني الكلمة اللي انتم هتكملوها وتكتبوها في التعليقات has fixed value has fixed value يا ترى اني برسنا مع بعض ومعنى سعبير unit one has fixed value فاكرين كان بتقول لكم ايه رصدانش فما تضيرش من دي بقى اللي has fixed value اما بقى معايا هنعرف question number six بيقول gram is sweatable gram is sweatable for measuring space يترى الجرام ده كيونت is sweatable مناسب for measuring e اما بقى question number seven بيقول space is used to major weight يترى يترى ايه اللي is used to major weight ايه ده ايه ده ده انا اللي دي عليها الدور ان انا اقول question number eight طب يلا ماشي هقوله balance scale is used to major space ثاني balance scale is used to major يترى البلانس scale بيستردمه عشي من اسو بي ايه يلا اكتبونا بسرعة وانا كمان اكتبو اياكم اه question number nine بيقول small small such as space and space ده معناها ان احنا عندنا two examples عايزين لهم او عايزين مثالين على small اكتبو لنا في التعليقات تحت الفيديو في قناة اليوتيوب وعشاء الساينز وما تنسوش تعملونا لايك للفيديو ولو اول مرة بتشوفو هتعمل اشتراك وتضغط على متل جرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة كمان كمان انا بقى اقول question number ten space is force by which a body is attracted to the earth تاني space او نقط is force by which a body is attracted to the earth هاي اصحابي انا بقى اقولك question number 11 space او نقط changes from place to another space changes from place to another اني تتغير من نكال التاني وانا بقى اقول question number 12 رقمه الناصر واخر سؤال في اسئلة الكمبيت في انتحاننا النهاردة مع نيسى عديش تانيك question number 12 دي يقول في الكمبيت wait on earth wait on earth is space than wait on moon يبقى احنا بنقارن ما بين wait on earth والwait on moon فيا ترى لو تكلمنا وبدأنا بالwait on earth عايبقى ايه بالنسبة للwait on moon هنعيد السؤال تاني wait on earth is space than wait on moon اهلا بكم كلكم وبحييكم انا بقى اقولكم اول سؤال فاسئلة true or false او خطأ اول سؤال بيقول لنا one newton one newton equal one hundred gram one newton equal one hundred gram question number 2 في ال true or false بيقول wait has fixed value wait has fixed value يا ترى الجملة دي صح ولا غلط اكتبوا النا في الاجابات true ولا false ولا كلمة صح او خطأ بلاش نحط حرف T او حرف الف فقط لا اكتبوا الكلمة كاملة true او false وياريت نكتب كمان رقم السؤال مش بالنمبرز او مش بالاقام يعني نكتب one وجنبها نرخد بين true او false اما بقى question number 3 بيقول newton is measuring unit of weight newton is measuring unit of weight بعدها هقول كمان سوال اللي هيكون number 4 في true or false balance scale is used to measure big masses such as cheese and gold balance scale is used to measure big masses such as cheese and gold طب وانا 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 اقول انا كمان شوية اسئلة بقى هبدأ question number 5 في اسئلة true or false بيقول mass has fixed value سهل ومختصر وبسيط هو mass has fixed value واقول كمان question number 6 what is the force which attract the body to the earth surface اه يبتاني عشان طويل حربيتين what is the force which attract the body to the earth surface شوية انا بقى اللي هسأل question number 7 في اسئلة true or false انواردة وبصراحة المكان مناسب جدا للسؤال احنا موقفين على الامر السؤال بتاعنا بيقول if the mass of body on earth equal to kilogram if the mass of body on earth equal to kilogram so it's mass on moon equal twenty kilogram هاي التاني if the mass of body يعني الماس بتاع البادي ده وهو على الارث او على كوكب الارض كان equal to kilogram يا طرى بقى لما يطلع زينا كده الماس بتاع طوى تتغير وتتحول ل 20 كيلو جرام يا طرى الكلام ده true or false وانا بقى اقول question number 8 وكمان مرتبط بالمكان اللي احنا فيه على الامر يعني بنقول في السؤال true or false number 8 weight on earth weight on earth equal one over six from weight on moon يبقى ثاني weight on earth وزننا على كوكب الارض equal او بيثاوي one over six of weight on moon يا طرى الكلام ده true or false اكتبوا الناس التعليقات تحت الفيديو في قناة اليوتيوب عشاء الساينس وبعد ما تشتركوا في قناة اليوتيوب عشاء الساينس وتفعل الجراز عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزلها بسعب الاشتنير هتقدر ان انت تدخل على كلمة الفيديوهات او كلمة قوائم التشغيل وفي كلمة قوائم التشغيل هتلاقوا قيمة مخصوصة معمولة كل مرحلة فيها دروس الساينس الجديدة هتدخل على المرحلة اللي انت فيها سواء ربعة او خمسة او ستة وهتلاقي كل الفيديوهات لنزلت لكم قبل كده سواء شرح للدروس او نطق الكلمات وملخص للدروس كمان ما تنسوش في النهاية ان انتوا هتكتبوا اسميقكم وكمان اجابات الاسئلة في التعليقات تحت الفيديو في قناة اليوتيوب عشاء الساينس وما تنسوش تعملوني الفيديو ده في نهاية المشاهدة وكمان تكتبوا ان في التعليقات رأيكم في الفيديو ايه وتحبوا نستمر ولا هنستمر مع السلامة وبكده اكون خلصت معاكم فيديو التالت او الامتحان التالت الي هو quiz on mass and weight for primaries امتحان الوحدة الاولى من science الترم الاول لسنة ستة الي بتكلم عن mass and weight طيب لو انت ما شفتش الاختبار الالكتروني الي هو كان نقم اتنين على الوحدة دي لو انت ما حضرتش امتحان البث المباشر اللي هو كان الامتحان الاول على unit one برضو تقدر تشوفه في قيمة بث مباشر هتلاقوا البث المباشر ومكتوب عليه امتحان mass and weight وكمان تحتيه في صندوق الوصف والتعليقات هتلاقوا لينك الاختبار الالكتروني اللي تعمل خصيصا لهذا الدرس وهذه الوحدة تمام كده؟ طيب انت اصلا لو مكنتش حضرت معايا شرح mass and weight فانت فتك كتير بس مالحوق ازاي بقى؟ هتدخل على قناة اليوتيوب عشاء الساينز هتفعل الجرس وها تعمل اشتراك او سبسكرايب مجانا في القناة اشتركوا 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 في القناة